يصعد الجانب الأمريكي إجراءاته الحازمة تجاه الاتفاق النووي الإيراني في تهديد جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا أنه سيستوجب ما عليه فعله بشأن الاتفاق وذلك مع اقتراب موعد القرار النهائي له مضيفا أنه من غير المسموح لإيران أن تهدد الاستقرار العالمي مؤكدا أن هناك الكثير من الأمور السيئة تحصل في إيران وسيفعل ما بوسعه الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا شاركت في ثلاث جولات من المفاوضات المكثفة مع إدارة ترامب للتوصل لضمان واضح ودائم لاتفاق الدعم الأمريكي بعد الثاني عشر من مايو المقبل كما أن مقترح العقوبات التي تقدمت به تلك الدول سيشمل التشكيلات العسكرية وعددا من القادة الإيرانيين وستوضع أيضا القائمة على أساس الأسماء الواردة في قائمة العقوبات الخاصة بالأزمة السورية حيث يتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة منع هؤلاء الأشخاص والمؤسسات من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وكذلك العمل فيها بالإضافة لتجميد الأصول الإيرانية فيما كشفت مصادر إسرائيلية عن نشوب خلاف بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو حيال إلغاء الاتفاق النووي المبرم مع إيران قائلة أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق سيقود المنطقة لحرب شاملة كما سيعني ذلك مساسا بالغا بمصداقية الغربي أمام دول العالم وفي غضون ذلك فإن إلغاء الاتفاق وضياع مصداقية الغرب سيساهم بعدم رغبة بلد على غيرار كوريا الشمالية في التوقيع على أي اتفاق مستقبلي مع دول الغرب كما أن الانسحاب سيؤدي لحالة من الانقسام حيث ستبقى أمريكا وإسرائيل في طرف وباقي دول الغرب في طرف آخر من جهته صدر بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو للتعليق على التحذير الألماني أنه على قناعة حتمية بتعديل بنود الاتفاق من الأساس أو إلغائه لأنه يرى أن اتفاقا كهذا سيؤدي بكل تأكيد لامتلاك إيران ترسانة من القنابل النووية وذلك حسب تعبيره